موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ فايزة ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نحن نصوب فيه البريوش من نص كلو الطحين نصوبوه أشكال بريوش بقوا معي حتى الآخر الفيديو باش تشوفوا الطريقة باش نحضروا بريوش لها الفطائر في الاول سنحتاجوا نص كلو الطحين كاس سكر سانيدا كاس الحليب كاس الكوكو مهرمش معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية هنا معلقة صغيرة ديال الخميرة للحلويات معلقة كبيرة ديال الزبدة تكون لينة بطبيعة الحال ورشة ديال الملح وصفر بيضاء والماء الدافي للعجن يعني هده هم الأشياء اللي غادي نحتاجوا لها في الاول غادي نديد الحليب هذا باش ن يعني نفي شوية باش نخدموا بيها البريوش ديالنا وغادي نخوي هاد الطحين هدايا يعني غادي ندير له واحد حفيرة فلوس نخلط معالك مزجوهات العناصر كالينا باش نخدموا البريوش ديالنا بينما يدفع لنا ذاك الحليب نطلقوا فيها الخميرة نضيف ديال الرشيشة ديال الملحة وغادي نخلط مزيان شي شوية هكا ونجيب هاداك الحليب يعني صافي هودا الحليب ديالنا ره سخن غادي نحط دابو ذاك الكيميات ديال الخميرة ديال معلقة معلقة كبيرة غادي ندرها فيها باش يعني تفاعل لنا وتدوب لنا في هاداك الحليب اللي هو دافي وتخمر لنا لالعجينة ديال النضغية غادي نضيف على واحد جوز مع قضية السكر لان كما كتعرفوا السكر كي كي يسرع لنا الخميرة وكي يعني كتفاعل مزيان وكتولي كتخمر مزيان وهنا غادي نضيف هاداك الكيميات ديال السكر ساني ده على هادا 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 الفورس هادا وغادي نحرك شوية مزيان وغادي نضيف هاداك سفر بيضا لانا الابياب دياله غادي نخلي باش ندهن به الوجع دياله هادوك اللي بريوش ديالنا صافي قد نخلط مزيان هكا وغادي نضيف علي هادا الخميرة هادي هنا قد نضيف هذه الخميرة ديالنا بعد ما يعنتهو مشتورة نتفاع لتفاعلات في هاداك الحليب اللي كي يكون دافي لانا الجو برد ضرورة نضيف الحليب وندفيوا لمانا ما لأجلو مش بهم باردين نضيف هاداك شوية نضيفه دابا ونضيفه دابا ونجمع بهذا المدافئ ونجمع بهذا المدافئ نحصله على عجينة لا تكون سائلة و لا تكون قصحة يعني تكون متماسكة نستمره بالعجين حتى مليكة و نمتم إ asked fo. و ننبعها فنمتم إلتبات هذه المعينة للزبضbait نستمرها في الداخل بل نضيفها البروا بريش لنضيف زبدة حتى الأخير اللحظة بحالك ونحاول مكانها إن شاء الله تنسى جميلة مع كل شيء العجينة لا تبقى شيء باللصة ما وصلت هاش الزبدة الصافية هنا غادي نحاول نجمعها ونخليوها في مكان دافي شوية حتى تخمر يعني نغطوها بشي زيفاك وننضير لها بلاستيك عدائي حتى تخمر لنا مزيان ومبعد ما خمرت وتضاعف الحجم دي لك نجي على الشكلادة هنا غادي نزان حتى فوق يعني فوق سطح العامة اللحلي بشخدمها وشكلها في الأول غادي نقسمها على 4 ديال القطع متساويين غادي نقسم ذا القطع اللى واحدة من هذا القطع الأربعة نقسمها عادي تاني على 4 النبي صاني لنصاب منها ربعات ذا نزال العالج لم يكن هذا المشكلة هذا نحاول ماء ممكن نرققوهم شوية مغليوش نخليوهم شي غلض يعني دبقا نحرب له هكا حتى نشوفوه هكرا هرقاق بغاية تقسم عادة غادي نحبزو عليه يعني في غادي نحاول نجمع هاد القطع هادو احتهو ما من الاحسن ديروهم في واحدة مثلا هكا شي ايناء ونغطوهم بزيف ونحنا كنخدمو هنغطي نطوي على نصب هاد شكل هادو غادي نبقا نلوي به هكا به هاد طريقة هدي يعني طريقة سهلة ندرو هكا ولا كاز بقاوة تلوي بواحد فوق من الاخر هكا حتى كي يعطينا بحل ضفيرة ديال جوج وهنا غادي نخليو هاد البلصة هاد اللي ملوية غادي ندخل فيها واحد من نصف ديال هاد 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 الرأس اللي فيه جوج يعني وغادي نسدوه يعني طريقة سهلة بحل هكا وغادي نسدو هاكا نضغطو علي باشي تسد لصف يا واشكل ولا سلينة هاكا وكا نحطوه في الطوا وكلا غادي نديرو يعني نلدوك القطع بربعة بيهم بثلاثة بيهم غادي نساليوهم وغادي نضيفو القطع التانية يعني حتى نساليو هاد الاشكال كلهم نغادي ناخدو الكورة التالتة التانية عفوا نغادي نقسموه واحدة نحيدو من واحد الكورة صغر ونخليوه علاجين ونقسموه هذه الباقي على أربعة هلا شكل هذا وهذه عاوتان غادي نقسموه على أربعة ديال القطع في الاخر نقسموه مربعات القطع صغر هادي غادي نجمع بهذه الطريقة هادي بحل شكل ديال قريش له ما نكتروش طحيني على غيش ويهكا بش مالس قشلينة فوق البوتاجي ولكن ما نكتروش بش ماجينش الكروسون ديالنا أولا البريوش ديال ما يجينش ناشف يعني غادي نستمر حتى غادي نجمعها دروعات القطع بهذه الشكل هذا وهذا القطع الأخرى اللي بقي علاجين بهنا يا غادي نقسمها ها هي على أربعة ديال القطع صغورين يعني طريقة سهلة كنشكله بشكل اللي عجبناها كاد يلا يعني أي طريقة عجبتنا ولا أي شكل عجبنا كان ديروا فاد فاد العجينة هادي يعني كان حنا لي كان نشكله بطريقة اللي عجبتنا والطريقة اللي جاتنا في البلد ديالنا هنه غادي نصوب منه هاد الكورات الصغار يعني باش اللي تسقون فوق منه يعني باش يجي شكل ديالهم مختلف شي شوية على الكورات العاديين هنا عندي واحد البيض ديال البيض يعني أبيض بيضة غادي نبس شوية قليل شوية هاد الكورة هادي وغادي ندهليها الوسط بهذا بيض البيض باش تلسقلنا هادي الكورة الصغيرة فوق منها باش نشكل هاد هدو مشتو يعني لاجتنا غليضة شوية كان نعود البسطة بليد يعني ماشي مشكلة وخام بسطة ماشي مشكلة بالنسبة لهذا القطعة الثالثة غادي نقسمها هاته هي على أربعة وغادي نصوب منه هاد بحال يعني بحال هكا بحال الباقيت صغار وغادي نقرسليهم الرأس كباش يجين شوية حاد ذاك الرأس ديالهم من الجواني بيجين شوية حاد صافي بحال هاد الشكل هذو كنحطها يعني طرقة سهلة يعني هتعدا صبت من نور بعدي القطع بالنسبة لهذا الكورة الاخيرة يعني غادي ندل الكابد لك بسطة شي شوية كابد لك يعني هتتأخذ شكل ماشي رقيق بزاف وماشي يعني مسكنش غليضة بزاف مسكنش رقيقة ودروري كنديرو شوية ديال طرمات لسقش لينا صافي غادي نحبسو عليها كم ندليك يعني ما ديش ندل الكوها بزاف حتى تولي عودتها ناقيقة غادي ناخد هاد القطعة هذي اولا هاد المرشو مدرلي شي شوية ديال الطحين يعني وكان قطع ورده بهذا الشكل هذا اولا كديرو شكل دائري اولا نجما اولا شكل ديال قليب يعني كديرو شكل لي عجبكم من هاد الطوابع هادو نفيهم بزاف ديال الاشكال وكان اخذو الصغيرة ديالها كان عاودو نطبعو بهذا الشكل ليشتو يعني وحيدة صغيرة كبه نفس شكل ديالهم صافي كان هزوها حتى هي كنديرو لها شوية ديال بيض البيض يعني هو بشكل صغيرة هاد العجينة هادي باش يلسقلنا مزيان وكان اخذو حيدة صغيرة كاللسقها فوق من هاد شكل هادا يعني بحلاكة صافي وكان حطوها يعني هنا غادين في الداخل ديال غادين ورقوه شوية بصبع باش تلسق هنا الاشكال ديال نكملناهم كاملين داك البيض ديال اللي بقعنا غادين زيد عليهم علقة ديال الحليب وندهليهم لوجه ديالهم يعني باش يعطونا ديك اللي معادي ديالا يعني ما درناش صفر ديال اللي بيدر نغل بايض بوحده مع الحليب لانما زال غادين رشو علي الكوكو يعني ما كلش نديره قاس فر ومن بعد ما دهنهم غادين ندرشوا عليهم هك هاد كوكو مهر مش به شكل هذا نغطوهم كلهم لان هذا هذا البريوش ديالنا يعني فيه الكوكو في العجينة ديالو يعني ضروري نديروا ليه الكوكو من الفوق يعني ما شز نجلان ولا شي حاجة نديروا الكوكو لان فيه الكوكو وغادين نكمل هاد الاشكال الاخرين اللي بقوا بنفس الطريقة يعني نساليتهم ذهنتهم كاملين ببيض لبيض ودردرت عليهم الكوكو يعني غادين اخدوا واحد المقص وشوية ديال الطحين باش ميلس تشلين المقص وغادين قطعا دوائر ديال هادو يعني غادين استمر فتقطع بهذا الشكل هذا اولا قدروا مص يكون ماضيم زيان ولكن ملقاحسن المقصة وليك يساعدنا قطعهم بهذا الشكل هذا كلهم حتى غادين غادين نجنبها كباش يعطونا ذلك شكلها كم مقطع وكلهم غادين نديرهم بنفس الطريقة لهذه اللي بقوا عندي هنا ايو بالنسبة له الشكل اللي طوي شوية بحال هادو غادين نديرهم ما تقطعها هذي انتم مشتوه يعني كان ضربة بالمقص ولكن كان عوج الاجنب باش يعطونا بحال وريقات ولا بحال بحال دفيرة ولا بحال كاش يشكل صافي قدر نخليهم حتى يخمرهم مزيان وكن سخن الفرن ديها درجات الحرارة مية وثمانين حتى يسخن مزيال لانا دائما البريوش كاي يبغي يسخن ما بعد ما طيبتهم هتو ما كيخرجوا بهذا الشكل هذا انا بغيتو نديرهم شوية النطج بحالك ما بغيتوش يعني كتخليهم بحال بحال يعني هما كيجوا اللون ديالهم دهبي وقد نديرهم شوية ديال النطج من الجوانيب يعني كل واحدة قدر لها غاشي شوية وهو البريوش ديالنك يجع لها شكل هذا كيجي رائع أنتم اربعة ديال الاشكال يعني راه الخير والبركة من السكيلو ديال الطحين أنتم واشتوا المقادر يعني مقادر بسيطة ما هي مقادر اللي هي كثيرة وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم اتمنى يعجبكم ما تنسوش ديروجي من الفيديو لعجبكم وما تنسوش تشتركوا في القناة وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله واسلام عليكم اشتركوا في القناة